وكل متابعين علم التغذية ومهتمين بمعرفة السكر التراكمي النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جداً لو لاحظت الأعراض ديت فوراً لازم تعمل تحليل السكر التراكمي بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك وسبسكريب للقناة أول حاجة لازم نعرفها مع بعض أن السكر التراكمي ده بيلتج من ارتفاع السكر في الدن يعني هو يعتبر عراض من أعراض مرض السكر ومجموعة الأعراض الأخرى هي حدوث شعور متزايد بالعطش بس مش معنى أن احنا في فصل الصيف مثلاً وبنشرب كمية مياه كتيرة أن احنا نقول أن عندنا مرض السكر كريب يجب أن نتأكد من مجموعة الأعراض الكلية وليس عرض واحد ثانياً حدوث ضبابية في الرؤية كأنها غشاوة على العين بتمنعك من الرؤية ثالثاً حدوث صداع مستمر وبعن قسرة التبول بصفة مستمر خامساً حدوث فجدان الوزن من غير ما تكون متبع حمية غذائية ثم سادساً فحدوث إرهاق مستمر يجي بقى السابعاً وهو حدوث جفاف شديد للجل هذه مظاهر في الصورة عندنا ثامناً بقى والأخيرة هو حدوث تأخر في التأم الجروح وإنت لاحزت مجموعة الأعراض دي ما تترددش أن أنت تروح تعمل تحليل سكر التراكم لشان تطمن على صحتك لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وفي دغيرك